التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يشارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في غانا وذلك تمهيدا لانعقاد الدورة السادسة لاجتماع القمة التنصيقية للاتحاد وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية نظيره الجنوب الأفريقي رونالد لمولا وتناول اللقاء المسار القانوني الذي دشنته جنوب أفريقيا في مواجهة الممارسات الإسرائيلية بقطع غزة كما التقى عبد العاطي نظرائه من سيراليون وجمهورية الكنغو الديمقراطية والجزائر وتركزت الاجتماعات على بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة شكلا وموضوعا للأنباء المتداولة ببعض المواقع الإخبارية حول قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي باستخدام مطار العريش وأضاف المصدر رفيع المستوى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال تمارس أكاذيبها للتغطية على فشل حكومتها في إدارة ملف غزة كما شدد المصدر على أن مصر تجدد تأكيدها لكافة الأطراف على ضرورة التوصل لاتفاق النهائي بشأن إقرار الهدنة في غزة استشد ستة فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل ومجموعة فلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم انتشال أربعة شهداء نتيجة قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطع غزة وشهيدين عقب استهداف الاحتلال لمجموعة فلسطينيين على شارع الرشيد الطريق الساحلي غرب المخيم حيث جرى نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى العودة في المخيم قال وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين إن وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين حركة حماس وإسرائيل أصبح يلوح في الأفق وأضاف بلينكين أمام منتج اسبن الأمني في كولورادو قائلا لا تزال هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل وإلى تفاوض ونحن في خضم القيام بذلك تحديدا أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة والمخررة في السادس من أكتوبر القادم وقال سعيد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية إن قرار ترشحه يأتي بدافع الواجب الوطني ولمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك غرب روسيا أليكسي سمرنوف إسقاط 18 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق المنطقة الحدودية وأوضح المسؤول الروسي أن أوكرانيا أطلقت 21 طائرة بدون طيار وتم التضييق عليها أو سقاطها باستخدام الطائرات هذا وأفادت وسائل إعلام روسية بتعرض بعض مناطق المقاطعة لهجمات المسيرات خلال النهار ما خلف قتيلا بسبب إحدى هذه الهجمات وفي السياق ذاته أعلنت السلطات الأوكرانية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون جراء هجوم صاروخي روسي على مدينة ميكوليف جنوبي البلاد يطلق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار غدا الأحد إشارة البدء لتقديم كافة الخدمة الصحية من شارع الخدمة الصحية بمهرجان العالمين ويستمر حتى نهاية المهرجان يوم 30 أغسطس وذلك لخدمة حضور ورواد المهرجان ومحيطه كما تقوم منطقة الخدمة الصحية لوزارة الصحة بتقديم خدمتها لمنطقة الساحل الشمالي كاملة من داخل المهرجان بوجود كافة المبادرات الصحية الرئاسية والتي انطلقت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال بقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل